شيء ثاني هاي الكنيسة أحبائي تنبأ عنها الرب يسوع المسيح تنبأ عن طبيعتها تنبأ أيضا عن عملها وتنبأ عن رسالتها وإرساليتها كان يسوع المسيح موجود في قيصرية فليبوس بنياس بنياسي على حدود سوريا وفلسطين وهناك سأل الرب يسوع سؤال من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان كان في أجوب كتير بعدين سأل وأنتم قال للتلاميذ من تقولون أني أنا طبعا هنا باندفاع قفز بطرس الرسول اللي هو عملاق التلاميذ قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت فإذا هذا إعلان عظيم من بطرس للرب يسوع المسيح ثم إعلان عظيم من الرب يسوع إلى الرسول بطرس فإعلان متبادل طبعا هذا الإعلان بقوة الروح القدس هاي الكنيسة تنبأ عنها إنه رح يعني يبني الكنيسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر